اشتركوا في القناة بين النجوم تتم ملاحظته من الارض وتم اكتشاف هذا الجسم الغامض باستخدام نظام تلسكوب متطور في جامعة هواي يمسح الكون باستمرار من اجل مثل هذه الظاهرة صحيفة القبس الكويتية عنوانت شاب تركي يخسر دراعيه اثناء انقاضه لحمام خسر شاب تركي دراعيه جراء تعرضه لصعقة كهربائية اثناء محاولته انقاض حمام كانت علقة على عمود كهربائي عالي توتر بولاية اجري شرق تركيا وتمكنت الفرق المعنية بتوزيع الطاقة الكهربائية في المنطقة من انقاض الشاب ونقلته الى المستشفى حيث خضع للعناية المشددة صحيفة البيان الاماراتية عنوانت اثار لديناصور عاش قبل مئتي مليون عام كشفت اثار اقدام تتألف من ثلاثة اصابع بطول سبعة وخمسين سنتيمترا عن وجود ديناصورات ضخمة اكل للحوم في جنوب القرى الافريقية قبل مئتي مليون عام في وقت كانت فيه اغلب الديناصورات المفترسة متوسطة الحجم فقال باحثون ان الاثار تدل على بلوغ طول الديناصور حوالي تسعة امتر الى صحيفة الايام البحرينية التي عنوانت سعر جنوني لاغلى ساعة في تاريخ المزادات بيعت ساعة روليكس كانت ملكا للممثل الامريكي بول نيومن بسبعة عشر مليون وثمانمائة الف دولار في نيويورك وهو سعر قياسي لساعة يد تباع في مزاد وصممت ساعة روليكس دايتونة هذه لرياضة السيارات وقد قدمتها الى الممثل عام 1969 زوجته جوان وودورد عندما كان يصور فيلم وينينغ والى صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنوانت باحثون صينيون يطورون بدلة دكية تراقب حالتك الصحية طور باحثون صينيون بدلة جديدة مزودة باجهزة استشعار يمكنها الكشف عن درجة الحرارة ومستويات الضغط وغيرها من المؤشرات التي تبين الحالة الصحية للشخص ويمكن للبدلة الجديدة ان ترسل الاشارات الخاصة بالحالة الصحية لمرتديها للهاتف المحمول شكرا على متابعة قناة تلفزيون الان على يوتيوب ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك او سابسكرايب ان تم الاعجاب بذلك شاركونا بتعليقاتكم ولا تترددوا ايضا بالضغط على مشاركة او لايك